موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي التلامين مرحبا بكم في هذا الشريط الجديد اللي غادي نشوفه فيه صحيح ديال امتحان جيهوي لفائدات تلتا اعدادي هاد الامتحان اخترت لكم امتحان 2018 مكيف كما جاف تقديم ديال هاد الشريط رادرت واحد الشريط قبل منو شرحت فيه هاد التوجيهات وهاد الامتحان سئلات الاختبار اليوم او في هاد الشريط غادي نشوفه كيفاش غادي نجاوبه على الامتحان اذا هاد هما الاسئلة اللي قدامكم ديال الامتحان تقريبا فيهم عشرة ديال الاسئلة وكل سؤال تلقى فيه جوجة الاسئلة الى غير ولا ثلاثة ولا حتى اربعة المهم غادي نبدو بسؤال بسؤال اذا نتبعوا معي على بركة الله غادي نبدو بالسؤال غادي نبدو بسؤال او لابي او لابي او لابي او لابي او لابي او لابي اذا بالنسبة لكم كتلاميذ هادي طريقة ما تعدوش تشوفو الجواب هو اللول خسكم تدير محاولة باش تلقى الجواب هاد الملاحظة ما غاديش نعودها في جميع الاسئلة اذا غادي طلع قدامك سؤال ودير محاولة ديال الجواب شوف واش توصلت الجواب صحيح ام لا ومبعد شوفت طريقة كيفاش غادي لقوحنا الجواب اذا اولا باش نحدد احداثية المتجا خسنا نكون عارف العلاقة ديال ديال اذا نقبل احداثية ديال كندير اكس بي ناقص اكس ا اجريك بي ناقص اجريك ا افصول الطرف ناقص افصول الاصل ثم ارتوب طرف ناقص ارتوب الاصل وكندير تطبيق عدد اثنان ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنان هاو راكين انتمك او بي عندي الاحذاثية ديالهم وغادي اللقاء ناقص واحد ناقص ثلاثة هنا هاني انا حصلت على ناقص واحد ناقص ثلاثة اذا غادي نمشي ونشوف فين كايرة ناقص واحد ناقص ثلاثة اذا اذا هادي غادي ندير لها اطار هذه غير في الواسق بمعنى هنت هنت عرفت الجواب اذا من بعد غادي ندوز للسؤال الثاني السؤال الثاني نفس المعطيات اذا نفس المعطيات سؤال باء اذا ارضوا البال باء اذا عنده علاقة باش بالمعطيات دي السؤال اللول اذا منتصف القطعة ابي هو واش اه ولا اج ولا اش اذا دائما غاقص تك ضروري تكون عارف العلاقة العلاقة هي ندير افصول طرف زائد افصول الاصل لا زائد افصول الطرف راب حل بحل لان المجموع تبادلي جمع تبادلي نقسم على الجوج النفس الشيء بالنسبة للارتوب وكن ندير تطبيق عددي وكن لقى خمسة على الجوج واحد على اثنان اذا لقيت خمسة على الجوج ها هي غادي نمشي ونشوف فين كينا خمسة على الجوج واحد على الجوج اذا واحد سوف نمشي لسؤال جيم السؤال جيم باقي في السؤال الأول يعني نفس المعطيات او بي المسافة او بي تساوي اذا انا عندي واحد العلقة باش نحسب المسافة ما غاديش نجي نقول جدر مربع 18 عشرة جدر مربع 10 او لا هادي ولا هادي خصنين حسب ما يمكن نجي بقا غير نعند قد رفع هذا وغادي للقاء الجواب ضروري نطبق العلقة باش للقاء الجواب صحيح ونخذ النقطة اذا نعرف واحد العلقة اذا نحسب المسافة اب كتساوي جدر مربع x بنقص x a 2 زائد y b a 2 اذا سأجل تطبيق عددي ونجي لقاء الجواب الصحيح اذا عندي 2 ناقص 3 ناقص 1 2 2 1 1 ناقص 2 3 2 2 2 3 2 2 سعود سعود زائد 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ثم سنتقل الى السؤال دال سؤال دال قبل المعطي السؤال السؤال الأول المعادلة المختصرة المستقيم أبي نعرف الشكل العام المعادلة المختصرة تكتب على شكل Y تساوي MX زائد P وبالتالي روح هذا فهذه لا يمكن أن نقل إلى هذه أو هذه أو هذه أو هذه ضرورة طريقة لتسلق المعادلة المختصرة لنجاوب ونضع الجواب الصحي إذن أبي هذا هو الشكل العام المعادلة المختصرة حساب الميل م م نحسب M طريقة الحساب هي هذه العلاقة Y على X تطبيق عدد ناقص 1 تساوي ثلاثة من هنا سيبدأ الجواب ولكن ممكن تلقى هنا ثلاثة ثلاثة ضرورة تكمل ثم سنحسب P سنخذ إما أو لا بحل بحل Y ناقص M X ثلاثة 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 معادلة المختصرة المستقيم P هي Y ثلاثة 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 جداء ميلهما يساوي ناقص واحد متوازيين لهما نفس الميل منطبقين رأخذ يكون المعادلة بحال بحال إذن هنا غادي نشوف وشهد واحدة لثلاثة وهنا ناقص ثلاثة وبالتالي متوازيين لا هذه لا وبالتالي منطبقين هنا واحدة لثلاثة إذن لا أشبق لي سنحسب واحدة لثلاثة نضربها في ناقص ثلاثة نعلم أن مستقيمين متعامدين جدا من نفس الميل متوازيين في الشيء الذي قلت لك إذن سنحسب واحدة لثلاثة لثلاثة نضربها في ناقص ثلاثة أعطتنا ناقص واحدة وبالتالي الجواب الصحيح هو متعامدين بالنسبة لهنا إذا كان قلت لك أضطر الجواب الصحيح رأي لا نضربه على هذا الشيء هذا غير الشرح باقي إذن انتقلوا إلى السؤال الثالث السؤال الثالث متعلق بدرس الإحصاء درس الإحصاء سهل وبسيط جدا وكيف تحطوا فيه جوج نقاط ولا ثلاثة نقاط لا جوج نص على حسب أخص تلميذ ما يضياش تشي نقطة سؤال الأول من هو هذه المتسلسلة إذا كنت تجاوبي على السؤال ما غاديش تجيو تقول يا رأي خمسة ولا عشرين ولا صفر خصك ضروري تكون عارفة اشنا هو المنوال اشنا هو المنوال إذا المنوال هو كل قيمة أو صنف لها أكبر حصيص أسطر عليها مزيان أكبر حصيص إذا ما غاديش تدير غاتمشي لجدول أكبر حصيص هنا هو أشكون هو عشرين إذا عشرين وبالتالي المنوال هو هو صفر إذا غادي نديره المنوال هو صفر إذا هذا هو الجواب الصحيح أكبر حصيص وعشرين قيمة الموافقة له هو صفر إذا المنوال هو صفر ثم ننتقل إلى سؤال باقي ندبر سؤال ثلاثة المعدل الحسابي للمتسلسلة الإحصائية هو واش واحد فاصلة خمسطاش واحد ولا جوج إذا كما قلنا خصك تكون عارف التعريف هاشنا هو المعدل الحسابي المعدل الحسابي كي يقول لي عودتاني هو القيمة المتوسطة بحال بحال حال المعدل الحسابي بحال القيمة المتوسطة كيف كيف نحسبه هو مجموع هو مجموع جداءات قيم الميزة في الحصيصات الموافقة لها مقسومة على الحصيص الإجمالي هو خارج مجموع جداءات قيم الميزة أو مراكز الأصناف هذه لك نحن متسلسلة بالأصناف هنا نحن متسلسلة بالقيام إذن نحن قيم الميزة في الحصيص الموافقة لها على الحصيص الإجمالي وكارمز له M هذا غير تذكير فقط نحن نحسب هنا إذن نحن نحن M نحن 0 20 1 7 5 3 4 3 5 1 1 مقسوم على الحصيص الإجمالي 20 7 5 4 3 1 40 إذن ستستعمل الكالكولاتوري 46 مقسوم على 40 1.15 وبالتالي 1.15 ممكن تدير خطائف الحساب وما تلقى حتى وحده فيهم إذن تراجع الشيء خطائف إذن هنا دول جواب صحيح انتقلوا السؤال الرابع حل المعادلة تالية معادلة بسيطة ما غاديش تجيو تقول هذا هو الجاوب لان غادي تقوم بحل المعادلة حل المعادلة غادي المجال في طرف والمعالم في طرف وغادي تحل المعادلة إذن هنا غادي نحل المعادلة من الاسترون ما غادي هنا عندذج هذا الطرف الآخر ستغيير هذه ضر دقاء هذه هذه ضر الععمل إذن 6 Borس 6x! زندات 2 و x المغاني أو 6x ق Sommer При 6x قم 9x لا علينا سبعة مقسم للمعج 3x لذا كنت بدأت 7x مكسم على 2 ولكن start with 7x المغاني 7x على 10 هو الجواب الصحيح إذا حل المعادلة هو سبعة على إثنان السؤال الخامس حل المعادلة حل المعادلة هما واش ثلاثة وخمسة واش إلى غير ذلك إذا نفس العملية نقوم بحل المعادلة هذه تسمى الجداء المنعدين الجداء المنعدين بمعنى أحدهما يساوي صفر إذا طريقة الحل معها إذا اكس ناقص خمسة عمل لي 2x ناقص ثلاثة تساوي الصفر يعني أن x ناقص خمسة تساوي صفر أو 2x ناقص ثلاثة تساوي الصفر ونقوم بحل لكل لوحده على أحد ناقص خمسة نقص ثلاثة ندع للطرف الأخر ثم نقص ثلاثة ندع للطرف الأخر ستاوي ثلاثة إذن 2x93 يعني أن x95 أو x93 مقسم على 2 وبالتالي حل المعادلة هو يج حل المعادلة هو 5 و 3 على 2 نمشي ونشوف واشهد الأدادين كيينين عندي هنا ولا لا إذن عندي 35 لا 5 و 3 على 2 جيد إذن هذا هو الجواب الصحيح هذا لا إذا ارتكبت خطأ هنا وديت هذه وما غيرتش لها الإشارة سنلقى نلقى الجواب وما غيرتش الإشارة لها سنلقى الجواب وبالتالي دي مرضو البل مني كان نغير شي حد من طرف لطرف آخر وغيروا إشارته سؤال السادس حل المترجحة مترجحة نفس الشيء سنقوم بعملية الحل لدينا 4 ناقص لتأكس أصغر أو 9 و 5 سندي المجاهل للطرف والمعالم إلى طرف نفس العملية إذن ناقص لتأكس خلتها في الطرف 4 سنديها للطرف الأخر سننقص 4 5 ناقص 4 هي 1 إذن هنا إذا أريد إكس نغير الرمز لماذا؟ لأن هذا العدد ساليب إذن إذا كان هذا الساليب رقيق نغير الرمز إذن إكس أكبر أو تساوي 1 على ناقص 3 إذن هذا الحل هو جميل أعداد الأكبر من أو تساوي 1 على ناقص 3 سنمشي هنا 1 على ناقص 3 هو ناقص 1 على 3 أو ناقص 1 على 3 بحال بحال إذن هذا هذا هو وبالتالي الجواب الصحيح هو ناقص إكس أكبر أو تساوي ناقص 1 على 3 إذن هذه غير طريقة للجواب بالنسبة إلى نكتب ونحرر الجواب سننقص بحالة الطريقة ننتقل السؤال السابع حل النظمة التالية حل النظمة هو الزوج واش لولا التاني ولا التالت أش غادي ندير سنقوم بحل النظمة نحن نعرف طريقتين لحل النظمة بالنسبة إلى التالت إذن كنشوف طريقتين إما التعويض إما التاليفة الخطية وإذا نشوف الطريقة التالت هي الحل المبياني يعني الهندسيين نحن سنقوم بحل أسهل طريقة ممكن ندير التعويض ممكن ندير التاليفة الخطية المهم فاش مما ترتاح ديره غير خصي توصل الجواب الصحيح لدينا النظمة التالية 3x نقش y تسوي 12 4x زايد y تسوي 5 يعني أنه سنقوم تعويض سنقوم 4x للطرف الأخر ونجعل y و4x للطرف الأخر ولا تناقص 4x هذه المعادلة الفقرية سنقوم كما هي ما سنغير حتى ندير x مجهول بدللات الآخر ثم بعد سنقوم بقيمة المعادلة الأولى هذه لاسمية هذه واحد ولاسمية هذه جوج معادلة الأولى سنقوم بها y إذن بلاست y سنقوم 5 ناقص 4x بعد سنقوم هذه سنقوم كما هي ما سنغير ها ونقوم بنشر وحل هذه المعادلة إذن لدينا 3x ناقص 2x 5 ناقص 10 ناقص ما ناقص زائد 2x 8x تساوي 12 ثم سنقوم بحل هذه المعادلة 3x زائد 8x هي 11 و12 زائد 10 إذن ناقص 10 للطرف الأخر ناقص 10 إلى 10 12 22 وبالتالي x تساوي 22 مقسم على 11 22 مقسم على 11 هي 2 أشغل ندر مبادلة هذه 2 سنعوض ها في x إذن 5 ناقص 4 في 2 ستعطيني الجواب هو ناقص 3 وبالتالي حصلت إلى الزوج 2 ناقص 3 سنرى 2 ناقص 3 أم 2 ناقص 3 2 ناقص 3 إذن هذا هو الجواب صحيح إذا قلبتم قدرت ناقص 3 ججرة ممكن نختار هذا وبالتالي دائما نصبق x و الأفصل هذا الأرتب ديما x agree وبالتالي قمت بحل هذه النظمة هنا حل نظمة هو 2 إذن هنا سؤال طريقة أخرى ممكن ندير طريقة أخرى مثلا أشغال ندير غاد نعوض طريقة الأخرى هي غاد نعوض هذا الزوج غاد نعوض في هذه المعادلتين إذا تحقق لها فرح صحيح لقيت الجواب بعمل لا من قم بالحل ثلاثة نبدأ ببادة ثلاثة في اثنان اثنان شكوه ثلاثة في اثنان نقص اثنان نقص اثنان في ا ا هو نقص ثلاثة ونحسب اثنان في ثلاثة في اثنان ستة نقص في نقص زائد اثنان في ثلاثة هي ستة إذا ستة زائد ستة اثنعش هذه هذه القطاة صحيحة ثم سنعود نزيل ندير المعادلة الثانية اربعة في ماشي لا القتل ولو نقول هذا والجواب صحيح لا ستلقى اثنان اربعة في اثنان ثمانية زائد اذا هنا عندي زائد زائد ماذا نقص ثلاثة ثمانية نقص ثلاثة خمسة اذا صحيح اذا هنا عندي خمسة عن دوس الثانية هذه بمعنى اربعة اربعة صفر هنضير ثلاثة في ربعة نقص اثنان في صفر ثلاثة في ربعة اثناش زائد صفر اثناش صحيح ثم سنرى المعادلة الثانية ربعة في ربعة اذا ربعة في ربعة زائد صفر ماذا 16 16 ستساوي 5 لا اذا هذه خطأ وبالتالي هذه خطأ هذا ما صحيح هذا ما صحيح ندوزل الزوج الثالث هذا سنعوض ثلاثة في ناقص ثلاثة ناقص سعود ناقص اثنان في اثنان ناقص ربعة ناقص ناقص سعود ناقص ربعة ناقص ناقص اذا تخلف لي 12 وبالتالي هذا ما صحيح دوزل الاخير ناقص 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 12 زائد جوج يناقص 10 اذا تخلف 5 وبالتالي ما صحيح اذا ما صحيح صحيح هذا اللولاني واللي صحيح الاخير خطأ اذا هذا غير طريقة اخرى ممكن دير طريقة اخرى تأليف الخطية وهذا يلقى نفس الجو اذا انتقل السؤال الثامن افدال لا خطية بحيث افل واحد تسوي ناقص اثنان الف صغة الدلة اذا صغة الدلة سوف ندير طريقة كيف سوف نلقى اولا بعد افدال الخطية من هنا ممكن ندير حتى شي طريقة هذه خطأ وهذه خطأ لأن هذا ردال تأل فيه وبالتالي ممكن نجاوب على هذا في اقل من ثانية ها هو الجاوب الصحيح للتحقق من الجواب ندير طريقة مثلا افدال اخطية اذا تكتب على شكل ax افل x تسوي ax نحسب ax x تسوي f1 1 1 تسوي ناقص 2 1 اذا نعود ناقص 2 ونعود افل x تسوي ناقص 2 x ونلقيت الجواب دال التألوف ونختار هذا هو الجواب الصحيح سؤال ب صورة 0 بدلا f هي اذا هذا سنجاوب مباشرة لماذا لان انا نعرف ان صورة 0 بدلا اخطية هي 0 بغيت نتأكد سنحسب f 0 0 تسوي ناقص 2 0 تسوي 0 ولكن دلا خطية نعرف صورة 0 هو 0 لان سنجاوب في السؤال تمثيل مبياني للدلا f هو مستقيم موازي لمحور الالتي يمر من اصل المعلم موازي لمحور الافاصل سنجاوب سنجاوب مرتبط موازي للدلا الخطية اذا نعرف بان تمثيل مبياني لدلا خطية هو مستقيم يمر من اصلي المعلم هذا التعريف لماذا رأينا في الدرس اذا هذا ما صحيح وهذا ما صحيح هذا تذكير ممكن ترجع للدرس وستجد تلقاه فيه سؤال التاسع نعتبر الدلة التالفية اذا هنا ننتقل للدلة التالفية اذا الدلة التالفية ماشي بحال الدلة الخطية صورة العدد اثنان بالدلة ج اش غاد نحسب صورة اثنان بمعنى غاد نعوض اكس باثنان وغاد نحسب اذا غاد نحسب غاد نلقى بأن جل اكس تساوي اذا الجل سفر تساوي صورة العدد اثنان اذا هنا نحسب اثنان اثنان جل اثنان جل اثنان تساوي ناقص ثلاثة على اثنان في اثنان زائد اربعة اذا ناقص ثلاثة على اثنان في اثنان زائد اربعة وغاد نحسب اثنان غاد نختز مع اثنان غاد بقاليا ناقص ثلاثة زائد اربعة هي واحد اذا تساوي واحد واش كين واحد هنا كين اذا 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 صورة اثنان بالدلة ج هي واحد غاد ننتقل الى السؤال الاخر بق اذا متعلق ايضا بالسؤال التاسع العدد الذي صورة ناقص اثنان بالدلة ج هو اذا إذا إذا بغيت نعرف العدد للصورة دياله معلومة غاد نحل معدلة جل اكس تساوي هذاك العدد اذا هذي طريقات الجواب لدينا جل اكس تساوي الصغة ديالها من بعد غاد نحل المعادلة ومن بعد غاد نلقى الجواب اذا غاد ندير ناقص 3 2 اكس زائد 4 تساوي ناقص 2 وغاد حل هذه المعادلة ونحصل لها 4 اذا العدد الذي صورته ناقص 2 بالدلة ج هو 4 اذا هذا والجواب صحيح ممكن ترجعوا تشوفوا الطريقة كيف شكنا الجواب هذه معادلة بما نحن حلين اصلا المعادلة سؤال الاخير او ما قبل الاخير يعني سؤال 10 وفي ثلاثة الاسئلة نعتبر بها رامن ارتفاع 12 سنتيمتر وقاعدته مربع طول ضلعه 5 5 سنتيمتر طول ضلعه بمعنى مربع المربع عند اضلع متقيص يعني 5 و صغير للهرام ب بنسبة 3 على 4 يعني ك تساوي 3 على 4 حجم الهرام ب نحن نعرف القاعدة حجم الهرام حجم الهرام هو ب تساوي ب و على 3 إذن بفوق 3 سنعود مساحة القاعدة هي B هذه مساحة القاعدة والقاعدة عندنا مربع إذن المربع نعرف H مساحة دلع في الدر إذن 5 نضرب في الارتفاع اللي هو 12 وهي 12 وارتفاع ه 12 إذن سنستعمل كالكولات رئيس 55 25 25 12 مقسوم على 3 يساوي 100 سنتيمتر موكع هاي يرى مكتوبة عندين إذن نضرب سؤال ب ارتفاع الهرام المصغر P' يساوي ارتفاع الهرام المصغر كيف سنعرف هذا ارتفاع الهرام عندي قاعدة الهرام للأطوال H' H' هي صغير وهو ارتفاع الهرام الصغير إذن سيقوم الارتفاع الكبير مضرب في النسبة الصغير إذن H' هو ارتفاع الهرام الصغير الهرام يساوي الارتفاع الكبير مضرب في النسبة الصغير لذلك الارتفاع الكبير سيقوم هنا أس واحد ولكن في المساحة نضرب كأس ثلاثة إذن 12 مضرب ثلاثة لا أربعة تساوي ثم السؤال جيم قيمة المقربة إلى 2.1 لحجم الهرام المصغر P' هنا أول الحجم الحجم الهرام المصغر ما سيقوم سيقوم هنا لا لدينا الحجم الهرام الكبير حسبنا إذن سنستعمل V V صغيرة كتساوي V كبيرة كأس ثلاثة يعني حجم الهرام الصغير تساوي حجم الهرام الكبير نضرب كأس ثلاثة في نسبة صغيرة أس ثلاثة لا تنسى في الحجم أس ثلاثة في المساحة أس ثلاثة أس ثلاثة أس ثلاثة إزم تساوي ثلاثة لدينا القطعة 42.1 أو 21 أو ما اسمته ثلاثة مقرار كثيرا الآخر ثلاثة إذا ضرب حجم الهرام هذه أثناء الصفاء عامة اللي حصلنا عليهم أشكي يبقى على حسب توجيهات إلا غالك غير دير كادر هادوك الاضطر الاجوبة الصحيح راح تدير غير بحالك وكتعطيهم الورقة إلا غالك كتب الاجوبة في ورقة التحرير راح كتشد الورقة ديالك وكتكتب سؤال الول آلف با جيم دام وكتكتب قدامه ب ب دي آ دي إذن هكا غادي تدير ولا تكتب هاد الجواب النات الراسو إلا كتبتي غير برا صحيح إلا كتبتي الجواب الراسو صحيح إلا غير دا حتى نتكمل وعابطوا فيه قنتمنى أنكم استفتوا ولكن شي سؤال فمرحبا بكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسألكم الدعاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة